أي مهنة عليها صعوباتها وفي المسلسل بتعصيك بصورة رغم إنه ممكن يكون مفيش مشاهل أكشن كتير بس كليه بها كواليسو بس أقول لك بجد المشهد ده أنا قعدت مثلا حوالي أربع خمسة ياما بنامشي درجة إن المؤلف محمد سلمان عبد الملك أنا بكتب أصحي منهم على ما أتقب يعني بأتصل بي شوية وأتصل بتوبة شوية وأقعد أكلمهم شوية كنت متوتر جدا لأن عارف إن الحلقة دي هتبقى ليها رد فعلا عند الناس والناس كلها مستنيها وهي يعني قفلت الموضوع كله فأنا فتكر إن أنا قعدت الفترة دي ما بنامش خالص بذاكر جدا ومركز جدا وقفل على نفسي في كل حاجة في الحياة ومتوتر جدا ويوم التصوير روحت وأنا برضو يعني في تركيز مش طبيعي قبل حتى متصور قبل ما أصور أنا قعد أربع خمسة يام متوتر يعني ما بعملش حاجة دي أنا متوتر بس وأنا من نوع اللي بيخاف على الشغل قوي يعني بخاف على الحاجة اللي أنا بعملها وموت نفسي فيها ما عنديش مشكلة يحصل أي حاجة بس تطلع الحاجة حلوة وأقدر أنجح من خلالها فلما روحنا نصور كان عندنا المشهد اللي هو إن أنا بنط من فوق وبعدين أطلع تاني وأنا عارف إن ده المخرج هيعيده كتير وهيشتغل بيه كتير لأنه طبعا هياخد زوايا وحاجات وبتاع لكن أنا أصريت إن أنا اللي أعملوا رغم إن هم يعني هم أوفروا بصراحة جابوا حد دوبلير يعمل الحاجات دي لكن أنا كنت أحس إن أنا لازم أنا اللي أعمل ده عشان أوصل لمرحلة التعب بجد واعرق بجد وهدومة كرمش بجد وتبقى عشان أستدقك في اللحظة دي لكن ما أقدرش أبدأ من رقم خمسة أنا ببدأ من صفر يبقى أنا اللي هبدأ من صفر وأكمل لغاية العشرة دول لكن مش هجي أبدأ من مرحلة واحد ينط ونجل ما هتبقى بدأ من مرحلة يعني انتهت في مرحلة ما عدتش عليها فأكيد مش هبقى بنفسي قوة إن أنا أخدها متواصل لكن أنا أصريت إن أنا أعمل ده بنفسي وتعبني جدا وعمل لي شوية تواجع كده وإصابات وقتها بس الحمد للأدوية يعني سلمت الدنيا وعدت على خير يعني بس عدت يقومين بجد كنت مكسح يعني كنت عامل كده بس الحمد لله والله وعايز أقول لك حتى لما كنت بخش تصور وأنا تعبان والله الواحد بيوفق قدام الكاميرا بينسى التعب والواجع ده كله وبلاي نفسه خلاص هو شغل لك وهي الحاجة اللي انت بتحبها فما أعتقدش أن انت التخزل فيها مش هيخلي الناس تشوفك بالشكل اللي الناس بتشوفك بي دلوقتي ده أهم حاجة مين الشركة ولا الجمهور لا الشركة الحمد لله طباب مكش مشكلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة